كشف النائب محمود الكعبي عن أن تقرير اللجنة المالية البرلمانية بيان أن حجم الديون التي بذمة العراق بلغت 133 مليار و700 مليون دولار وأن إعداد الموازنة أظهرت أن العراق يسدد 10 تريليونات و8 مليارات دينار جراء الديون وبفائدة تبلغ أكثر من 4 تريليونات دينار وأضاف الكعبي لقد طلبنا من دائرة الدين العام بوزارة المالية آلية سداد هذه الديون وجدولتها والفوائد المترتبة عليها وحجم الدين الداخلي والخارجي إلا أن الدائرة تمتنع عن ذلك مبينا أنه سيتم مفاتحة وزارة المالية بشأن ذلك وننتظر الرد على كل التساؤلات